تمام اخر سؤال بس اه شخصنا احنا مجموعة من الشباب فكنا بنيجي يوم السبت عشان هو اجازة ونبعت رسالة على اول اليوم كده نقول مثلا فلان هيقرأ الجزء الاول وفلان اللي بعده وعكذا واخر اليوم بنشوف مين اللي قرأه ومين الماروش فهل ده بيدعها طبعا ده هو الشخص مع عبادة ربه طبعا يعني ما فيش مثلا يعني نبعد عنها خالص ولا نفهم لا نبعد عنها خالص لا نبعد عنها تماما كل واحد يقرأ بينه وبين ربي قراءته التي يريد ان يقرأها لا تطلع على اعمال اخوانك التي يتعبدون بها تشجيع فقط شجع الناس على التلاوة ذكرهم بالتلاوة لا بأس لكن انت قرأت اليوم يا فلان انت ماذا صنعت يا فلان متى تدخلوا فيما بين العبد وربه السلام عليكم